مواجهة للتحديات التي تواجه مجموعة دول الساحل الخمسة جاءت هذه الورشة الإقليمية التي جمعت المنسقيات دول الساحل الخمس في إطار مواجهة التحديات الأمنية وخاصة بعد جائحة كوفيد-19 والتغير المناخي المنسق الوطني لمجموعة دول الساحل الخمسة بشاد الدكتور هيسين أباكر مودو قال إن الحوار الإقليمي مع قوات الدفاع والأمن يندرج ضمن البرنامج الخاص بحماية أفضل للأشخاص والبنية التحتية التي تم بناؤها والحفاظ عليها متطرقا إلى تعزيز سبل الدعم أصحاب المشاريع الصغيرة في هذه البلدان الخمس وتطويرها وخاصة المشاريع الشبابية والنسائية مشيرا إلى أن هذا البرنامج يطمح إلى تنمية قدرات الشرائح الضعيفة من السكان والصمود بشكل مستدام في مداخلاته المنسق الإقليمي لمجموعة دول الساحل الخمس كولجيم جيدو قال إن التركيز بشكل خاص على الوضع الأمني في مناطق التدخل وتبادل التجارب مع مختلف الجهات الفاعلة مع قوات الدفاع والأمن ووضع الصيغة النهائية لاستراتيجية الإقليمية لحماية المدنيين في هذه المناطق إن مثل هذه الورش الإقليمية تنصب في صالح المواطنين وخاصة الشرائح الضعيفة بدول مجموعة الساحل الخمس ترجمة نانسي قنقر